موسيقى وأما شهاب الدين أتى بك ولد الظاهر صاحب حلب فإنه ملازم قلعة حلب لا ينزل منها ولا يفارقها ولا يفارقها البته وهذه كانت عدته مذمات الظاهر خوفا من ثائر يثور به فلما حدث هذا الأمر خاف أن يحصروه وربما سلم أهل البلد والجند المدينة إلى الأفضل لميلهم إليه فأرسل ولد الظاهر أي شهاب الدين أتابك صاحب حلب فأرسل إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل صاحب الديار الجزرية وخلاط وغيرها يستدعيه إليه لتكون طاعتهم له ويخطبون له ويجعل السكة باسمه ويأخذ من أعمال حلب مختارة ولأن ولد الظاهر هو ابن أخته فأجاب إلى ذلك وسار إليهم في عساكره التي عنده سار الأشرف ابن الملك العادل إلى حلب وأرسل إلى الباقين يطلبهم إليه وأحضر إليه العرب من طي وأحضر إليه العرب من طي وغيرهم ونزل بظاهر حلب وأرسل إلى الباقين يطلبهم إليه لاحظ سار إليهم في عساكره التفت إلى الكلمات المختارة سار إليهم في عساكره التي عنده هذه عساكره التي عنده وأرسل إلى الباقين إلى باقي العساكر يطلبهم إليه إذن عندي عساكر وهنا عساكر وأحضر إليه العرب من طي وغيرهم عندي عساكر وعساكر وعرب ونزل بظاهر حلب أقول التفت دائما التفت دائما إلى أن العرب في مقابل المماليك من كرد وسلاجقة وغيرهم والتفت أيضا أن العرب مبعدون كليا عن السلطة والقيادات الحكومية والعسكرية ومن يوجد فيها فلا تأثير له وهذا واضح من ظاهر كلام ابن الأثير فتحدث عن عساكر الأشرف وعساكر باقي المماليك المملوكية أو باقي الممالك المملوكية التي تحت سلطته ثم أحضر العرب قال وسار إليهم في عساكره وأرسل إلى الباقين وأحضر إليه العرب من طي وغيرهم يكمل ابن الأثير يقول ولما أخذ كيكاووس تل باشر كان الأفضل يشير بمعاجلة حلب قبل اجتماع العساكر بها وقبل أن يحتاطوا ويتجهزوا فعاد عن ذلك وصار يقول الرأي أننا نقصد منبج وغيرها لألا يبقى لهم مراء ظهورنا شيء قزا للتمادي ومرور الزمان في لا شيء فتوجهوا من تل باشر إلى جهة منبج وتقدم الأشرف نحوهم وسارت العرب في مقدمته في مقدمته وسارت العرب في مقدمته وكان طائفة من عسكر كيكاووس نحو ألف فارس نحو ألف فارس من عسكر كيكاووس قد سبقت مقدمته له فالتقوا هم والعرب فالتقوا هم والعرب ومن معهم من العسكر الأشرفي فاقتتلوا فانهزم عسكر كيكاووس وعادوا إليه منهزمين وأكثر العرب الأسر منهم والنهبة لجودة خيلهم والدبر خيل الروم إذن جعل العرب هذا الأشرف جعل العرب في مقدمة القتال جعل العرب في المقدمة كبش فداء وهذا هو واقع ما حصل للعرب فبقوا بدون قيادة لمئات السنين وصار يقودهم الأعاجم المماليك ومماليك المماليك من كل البلدان ويحتمل أقول يحتمل أن تكون مشيئة الله تعالى اقتضى ذلك لوجود مقدماته حتى يصل الناس إلى مرحلة اليأس مما هي فيه من التبعية والذل والهوان حتى تنتفض على الذات وتكسر قيود العقل تنتفض على الذات وتكسر قيود العقل وتحطم الجهل والتعصب فتشتاق للمخلص العادل القاهر الفاتح الأفضل المسلم العربي التهامي المكي المدني القرشي الهاشمي المهدي عليه وعلى آبائه وجدهم المصطفى الصلاة والسلام سواء المهدي على الأطروح السنية أو الأطروح الشعية تشتاق الناس إلى القائد العربي إلى القائد القرشي إلى القائد الهاشمي إلى المهدي عليه الصلاة والسلام فتكون العزة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين ترجمة نانسي قنقر